في الثلاثين من آب يحيي العالم ذكرى المغيبين قسريا أولئك المعلقين بين الحياة والموت فلا هم في سجل السجناء أو الطلقاء ولا هم في سجلات المقابر تعرف الأمم المتحدة التغييب القسري أنه أسلوب استراتيجي لبث الرعب داخل المجتمع لا يستهدف شخصا أو أسرة بعينها بل مجامع سكانية كاملة تضيف الأمم المتحدة أن سياسة الإخفاء القسري أضحت مشكلة عالمية ونتاج أنظمة تدعي الديمقراطية وليس حكرا على الدكتاتوريات كما يتحدث التاريخ العراق مثال شخص لانتهاكات حقوق الإنسان وعلى رأسها الإخفاء القسري فبسبب سيطرة الميليشيات وانعدام مفهوم الدولة وغياب حقوق الإنسان صار الإخفاء القسري وعلى رأسها الإخفاء القسري وكشف في غير مرة عن سجون سرية لا يعرف طريقها إلا سجانها يقبع فيها مواطنون بحة أصوات ذويهم بحثا عنهم كل ذلك لا يعد كبيرا أمام عشرات الآلاف من المغيبين بعد عام 2014 إبان الحرب على تنظيم الدولة وتنصيب الميليشيات نفسها كمحارب للإرهاب فاستهدف سكان مناطق بعينها واختطف عشرات الآلاف منهم على يد الميليشيات عرف منهم زهاء الألفين في سيطرة الرزازة في الأنبار وسبعمائة في ناحية استقلاوية بالفلوجة والمئات في هيت وهناك آلاف لم يبلغ أهلهم عن اختفائهم خوفا من الملاحقة والاتهام بأنهم إرهابيون يقاتلون في صفوف التنظيم وهكذا القائمة تطول فهناك آلاف عديدة في صلاح الدين وبغداد وديالا والموصل ساقتهم الأقدار للوقوع بيد الميليشيات فطويت صفحتهم ولم ترد عنهم أي أخبار سوى ما يكشف بين الحين والآخر عن سجون سرية تكتظ بنزلائها كما كشفت منظمة العفو الدولية مؤخرا عن سجون سرية تديرها الأجهزة الحكومية في الموصل وأخرى تديرها الميليشيات في جرف الصخرة المصير المجهول لم يعد في مخيلة غالبية ذوي المغيبين كذلك بعد الكشف عن مئات الجتث قالت الحكومة عنها إنها مجهولة موجودة في الطب العدلي ببابل عندما تبنت منظمة خيرية يديرها أحد زعماء الميليشيات دفن الجتث ما عاد الملف للواجهة مجددا وما أعلن عنه غيظ من فيض معاناة ذوي المختطفين لا تقل مأساة عن أبنائهم فهم يتعرضون بشكل مستمر لعمليات ابتزاز ومساومة للكشف عن مصير ذويهم كما أن مطالباتهم لم تلقى آذانا مصغية من قبل السلطات الحكومية المتهمة أصلا بتجاهل معاناتهم وعدم اتخاذ أي خطوة جدية لمعرفة مصير المغيبين ولا التحقيق مع الجهات والقيادات المتهمة بخطفهم وتغييبهم